فائر الجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلاء بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله والله الذي لا إله إلا هو حبيت نقول لكم بللي راك وحمرت وش الإسلام حمرت ولو وشه فرحته يا الشعب الجزائري حمرت وش العلماء حمرت وش الصالحين حمرت وش ماليكم في القبور أني على بالي بابك وجدك وخالك وعمتك في القبر تعوش شهداء فرحانين للشي اللي درتوه في شهر رمضان آلاف مؤلفة من مطاعم الرحمة في كل ولاية يعني المقاهي تحولت إلى مطاعم الرحمة البيوت إلى مطاعم الرحمة الشواعي إلى مطاعم الرحمة آلاف مؤلفة من الناس زيد السمعوا الطرقات الطرقات طريق سريع تمشي في الطريق السريع وإذا بكتصب الشباب في كل الولايات في القرى في المداشر يحبسك قبل المغرب لداري طواب الله راح تفطر لمشي داري يعطيك علبة فيها الماء فيها الماكلة وهو راه قاعد في الطريق حتى يطمئن أن كل الناس قد وصلها ذلك الخير الشرطة الجزائرية فتحوا مطاعم رحمة في الطرقات فتحوا مطاعم رحمة في الطرقات ولما يجيوا الناس من العمر يستقبلوهم في المطارات بالتمر والحليم البيوت ما كاش بيت في الجزائر ما استقبلش ضيوف في الصهارات الضيوف في الفطور الضيوف الصدقات شعال ما ليأتيم تكسام والحمد لله الذي لا إله إلا هو الرجال شفناهم بعيننا يديوا اليتام ما ماشي كما بكريم يأتيم قاعد في الضار ومبعد يجيبوا له سروال وقمجة وسبردينة ومبعد ذلك اليأتيم يبكي ورهاله يمهت ورهاله في الليل يبدأ يبكي السبردينة ما جاتش قده السروال ما عجبوش لقمجة متقوبة فيها رتيلة أخلاص هذا الوقت الشعب الجزائري أو تعلم أو يطور دوكام ولو يديه اليأتيم للحانوت يده للحانوت هو يخير كما يحب قلبه هذا السروال وهذا القمجة وهذا الصبات وتقاجر حط ويقيس ويديهم يلبسهم فرحان كله يده بابا والله العظيم غير بابات هذا اليأتيم غيره فرحان بكم وعن بلكم يدعيوا الكبش وقيل عن بلكم الموت خلاص يعني لا تظن أن الموت موتا إنما هو إلا نقلة منها هنا أنتما تحسبوا خلاص الميت دمواله أو اللتراب الروح ما زال حيام والمليكة تبلغلها يبلغلهم على باله أو سامع وليده وشوي دير بنته وشوي دير وحتى سيدنا رسول الله والله ورد أن سيدنا رسول الله قال إنما أعمالكم ترد علي فما وجدت من خير دعوت لكم وما وجدت من شر استغفرت لكم شوف سيدنا رسول الله ينفعنا حيا وميتا الأعمال تعنا أي توصل له يجو له المليكة يقول له يا رسول الله فلان بنه فلان أو دائر مطاعم رحمة فلان بنه فلان أو كسة ياتيم يدعي لك يدعي لك سيدنا رسول الله شكول كيمان تام سيدنا رسول الله يبدو يدعي لك يا ربي رضي عليه يا ربي يصلاحله أولاده وبناته شكول كيمان تام ويش احاجد دعاء بعدما يدعي لك سيدنا رسول الله وما وجدت غير هذا استغفرت لكم استغفرت لكم لما الملكة يبلغولوا بللي بعض الأمتان وشوفوا شدار بعض الأمتان ورح للغابة بتخبيه وكل رمضان وعن باله واحد ما هو فايق له خايف من الشعب ولكن الذي خلقه يطلع عليه السماء سماء والأرض أرضه والخلق خلقه وانت رايح بتخبيه والله العظيم في وحد الغابة تعب جاية بتخبيه راحوا جماعة زعموا حطوا الماكلة حين يأكلوا رمضان ظدموا الشوادة سرقوا لهم الماكلة الشوادة تعب جاية بخاف ورحمة ظدموا سرقوا لهم الماكلة وله شوادة يجروا هم يجروا مراهم باش ينتهكموا ينتهكم حرمة رمضان وما خلّوا همش ينتهكموا حرمة رمضان تحية الشوادة تعب جاية يا الله يا الله ربي ارحمكم يوم القيامة حين تفرحوا كي شوادة ما خلوكمش تاكلوا رمضان راحوا زعمة بتخبيه في الغابة باش واحد ما يشوفهمش ايها الشعب اني حاب نقول لك من قلبي ربي ربي يرضى عليك ويعطيك من كل خير الشي اللي درتوه في المستشفيات المرضى صابوا لي زورهم اليتامى صابوا لي كسيهم الارامي صابوا لي صدق لهم زكاة الفطر بالملايين راحت الى كل البيوت الفقيرة اطعام عابر السبيل اطعام المساكين كسوة المسكين اليتيم الارملة المشرد في طرقات حتى المشردين صابوا ناس ادارهم غسلوا لهم وكسوهم حمرتوا وجل الاسلام سائل يقول ولذلك الجزائر ما طيحش بالاعمال تاكم الصالحة اتأكدوا ما دم كاين اعمال صالحة ما طيحش ربي ما يخليها شطيح لانه وراضي عليها سائل يقول ما هي اهم وظائف العيد اهم وظائف العيد اصلاح ذات البين اهم وظائف العيد العيد التاعوا في العمق كيتنحيق على القشوات العمق انتاعوا اصلاح ذات البين الناس تصالح ربي دار ما حطه الناس تصالح هذا يزور وهدك يزور وصح عيدك بالقلب الصافي بالقلب الصافي هدك الاحزان تزول ولذلك مكره كراها شديدة زيارة المقابر يوم العيد اسمعوا عام كامل عندك باش تزور الميت عندك عام كامل زور الميت عام كامل انت يا عام كامل انت ناسي المقبرة عام كامل انت ناسي الموت عام كامل انت ناسي بابك وجدك النهار يجي العيد لي لازم تفرح والناس تفرح والقوله بتكون سعيدة وينتشر الخير بين المسلمين باش جميع امم العالم تعلم بالمسلمين انفرحانين هذك نروح للمقبرة وبدأ تندب يا بابا يا ايمايا كيما دارت واحد لمرأ واحد لمرأ راحت الراجل اقالك في المقبرة ميت وقاعدت قدامه يا السعيد اني ضعت يا سعيد يا سعيد ماناش ناكله يا السعيد وليدك دعمان مانصبش اشيلو صباب يا السعيد بنتك مسكينها ما شيت لاشjest دوان يا السعيد وليدك مسكين في المدرسة قالوا لو جيب الكتاب ما شيتلوش يا السعيد يا السعيد غير تبكي قال لك وقف عليها في الليل قالها يا مراء راني في الأقبر ما رانيش في دبي يا مراء راني في الأقبر ما رانيش في دبي واشنه يا الساعد يا الساعد اتقوا الله العيد لا تزار فيه المقابر وإنما يزار فيه الأحياء اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة أسمعوا ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاحوا ذات البين إصلاحوا ذات البين إنسان كان ما يهدوش مع أخوه نهى العيدة يقول عن ابريس ويروح يسلم على أخوه وطيح له الدمعة واخوه طيح له الدمعة هو يقول في قلبه أنا علاش قعت حتى لليوم باش يسلم على أخوه واخوه على هو يبكي أو يقول علاش خليته هو أسبقني علاش ما روحش أنا اللول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاحوا ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك واجعلنا تحت حمايتك آمين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر